أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أبرز العنوين الصادرة في المواقع والصحف الإخبارية لهذا اليوم المصدر أونلاين السعودية تلقي القبضة على مهربين بحوزاتهم فهود من اليمن من العرب الجديد جمعية رعاية مرضى تلاسيميا تستغيث تبرع بالدم ومن أخبارنا المنوع رجل يطلب من زوجته مبارزة طليقته بالسيف لتسوية نزاع قانوني بينهما أهلا بكم ليست فقط الأثار هي التي تهرب إلى خارج أو عبر الأراضي اليمنية بل وأيضا الحيوانات البرية النادرة يقول موقع المصدر أونلاين أن السعودية أو السلطات السعودية ألقت القبضة على عدة أشخاص قالت أنهم كانوا يحاولون تهريب فهود من اليمن إلى السعودية قوات الشرطة التابعة لمركز جازان في المنطقة الحدودية الشرقية ألقت القبضة على مجموعة مهربين أثناء محاولة الدخول إلى الحدود السعودية بعدد من الفهود بطريق غير شرعي بعد سفر بها في طريق وعر سيرا على الأقدام عبر الأراضي اليمنية أضافت أن الشرطة ألقت القبضة على هذه المجموعة بعد رصد تحركاتهم وملاحظت حملهم عددا من حقائب ظهر كبيرة الحجم قالت الشرطة أنها اكتشفت خلال رصد هذه المجموعة أن الحقائب التي يحملونها على ظهورهم بداخلها أشياء تتحرك والتحقيقات توصلت إلى أنها احتوت على فهود يضيف الموقع السلطات صادرت الحيوانات من المهربين وأودعتها محمية خاصة مؤكدة أن الموطن الأصلي لتلك الفهود هو غابات أفريقيا والمهربين جلبوها إلى اليمن ننتقل الآن إلى زاوية الكتابات وفشان المحلي نطلع مقالا بعنوان آمالنا في استعادة اليمن لم ولن تتوقف كتبه الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية الذي يتولى رئاسة الفريق الحكومي للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض ويقول فيه تقدمنا خطوة مهمة نحو الاستقرار في عدن بدأت بالأمس الانسحابات العسكرية المتبادلة وسوف تستمر كما قامت اللجان العسكرية بحصر بعض الأسلحة في عدن تمهيدا لجمعها تحت إشراف وفي عهدة الأشقاء في المملكة حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارتها سيعير الأخ الرئيس وبعد استكمال عملية التشور واستنادا إلى صلاحياته الدستورية وفي مدة لا تتجاوز الأسبوع من اليوم محافظا لعدن ومديرا لأمنها لتبدأ على الفور مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وعلى قاعدة التشور كما ورد في الملحق السياسي في اتفاق الرياض الأسرى عادوا إلى أهلهم بعدما زجت بهم رعونة السياسة وسوء الفعال في حرب لا معنى لها كادوا أن يخسروا فيها حياتهم تبكيهم أمهاتهم وأطفالهم وزوجاتهم ويفتقدهم أصدقاؤهم تمت عملية تبادل الأسرى بنجاح وهي تجربة شارك الجميع وكذا الأشقاء في المملكة في تحقيقها نأمل في تعميمها مستقبلا لتشمل جميع الأسرى نحن الآن نتقدم على الأرض نسعى بجدية لإسكات المدافع والدبابات والمدرعات بما يحقق سلاما دائما ينعم به كل أبناء عدن والمحافظات القريبة منها وكل اليمن سلاما يعزز المواجهة العسكرية مع الحوثيين العدو المشترك طالما تمردوا على الشرعية ورفعوا راية العصيان على الوطن مستقبل اليمن يتوقف فقط على قدرتنا على بناء دولة كهذه تحمي اليمن وتؤمن الاستقرار والتنمية تحصن المنطقة العربية من الأطماع الإيرانية وتحقق العدالة في اليمن فلا طائفية تزرع العنصرية وتسوق وعيا كاذبا ومغلوطا ولا مناطقية تقسم اليمن أو تضعف من هويته الواحدة الموحدة ولا إرهاب يعبث بحياة أهله ولا غلو في طلب الحق والمصالح المشتركة آمالنا في استعادة بلدنا وطرا موحدا حرا لم تتوقف عند حد ولن تتوقف تعاود الأوبئة الظهور في مدينة الحديدة حيث لا يوجد منزل فيها يخلو من شخص مريض ولهذا وبحسب المشاهد نت فقد أطلق مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أطلق نداء استغاثة لمواجهة تزايد حالات الإصابة بمرضي حم الضنك والملاريا وطلب مكتب الصحة في بيان الله حصل المشاهد على نسخة من المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني والصحة بسرعة إمداد القطاع الصحي بالمحاليل والأدوية الخاصة بحم الضنك والملاريا مؤكدا أن الوضع الصحي نتيجة انتشار هذه الأمراض أصبح كارثيا وأكدت مصادر طبية في هيئة مستشفى الثورة العام الحكومي بالحديدة للمشاهد أن عدد المصابين بحم الضنك والملاريا وصل خلال أسبوعين إلى ثلاثة ألاف مصاب والمستشفى يستقبل يوميا ما بين ثمانين وتسعين مصاب أضافت المصادر أن الحميات تنتشر بشكل كبير في مديريتي الحاوك والميناء في مدينة الحديدة مديريات الريف جنوب محافظة الحديدة كانت قد أعلنت انتشارا مرضي حم الضنك والملاريا خصوصا في مديرية الجراحي ما أدى إلى وفاة سبعين شخص وإصابة ما يقارب سبعين ألف في مختلف المديريات يقول الموقع بوست أن الموت غيب أشهر أطباء المخ والأعصاب في اليمن ويضيف أن أمين الكمالي أشهر أطباء المخ والأعصاب وأحد أمهر جراحي العمود الفقري في اليمن توفي في العاصمة المصرية القاهرة والدكتور الكمالي يعد من أوائل الأطباء اليمنيين الذين أتقنوا هذا التخصص الصعب وقد ذاع صيته في أرجاء اليمن وأيضا في الخارج وعرف عن الكمالي بأنه من أكثر الأطباء إجراءا للعمليات الجراحية حيث في الوطن العربي واليمن وأجرى العديد من العمليات في بعض دول أفريقيا خلال مسيرته الطبية التي تقترب من أربعين عام الكمالي من موليد مديرية شرعب وعرف عنه كفاحه في ظروف صعبة منذ صغره ومثابرته حتى نال مكانة مرموقة في مجال الطب في الشأن المحلي أيضا كتب نبيل البكيري مقالا في العرب الجديد بعنوان عمان ومرحلة مرتقبة استشرف من خلالها أو من خلاله الدور العماني في الأزمة اليمنية في ظل قيادة السلطان الجديد هيثا من طارق بن تيمور ويقول فيه اتخذت مسقطه منذ البداية موقف الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الملف اليمني وهو الموقف الذي لم يرق كثيرا لأنصار الشرعية اليمنية والتي للأسف لم تحاول فهم هذا التوجه العماني في سياستها وهو التوجه الذي استفاد منه الحوثيون واستثمروه جيدا لصالحهم لكن المراقبة للسياسة العمانية أخيرا يلاحظ تحولا واضحا فيما يتعلق بالأزمة في محافظة المهرة اليمنية الحدودية للسلطنة وهذا التوجه جديد على السياسة الخارجية العمانية قد يقود إلى تساؤل مهم عما إذا كان قد طرأ شيء على السياسة العمانية في ظل طول أمد الحرب في اليمن وتورط السعوديين والإماراتيين في المشهد الداخلي اليمني سيقصر هذا التوجه قاعدة ذهبية في السياسة العمانية سيكون سببها انفراط عقد الدولة اليمنية التي ظلت سياجا أمنيا حصينا لمنظومة الأمن القومي لمنطقة الجزيرة العربية كلها فهذا نشهد تحولا كبيرا في السياسة العمانية في ضوء هذه المؤشرات وفي ظل أن السلطان الجديد هيثم بن طارق ملتزم بنهج سلافه السلطان قابوس وإلى أي مدى يمكن أن تدفع الأزمة اليمنية المشهد الخارجية كله إلى مربع الحرب في ظل سعي الجميع حتى الآن إلى أن يظل اليمن ساحة صراع ومنطقة نفوذ معطلة من السيادة اليمنية التي سيمثل تغييبها وتعطيلها متاهة كبيرة ومع هذا تظل سلطنة عمان الطرف الخليجي الأقدر على لملمة المشهد اليمني وجمع اليمنيين على طاولة حوار جدي في حال فعلا فعالت مبدأ الحياد التام والوقوف في موقف واحد من جميع الأطراف صحيفة العرب الجديد تقول أن جمعية رعاية مرضى تلاسيميا اليمنية تستغيث للتبرع بالدم مدير الجمعية جميل الخياطي قال أن نداء الاستغاثة سببه قرب نفاذ كميات الدم المتوفرة لدى المركز الوطني لنقل الدم في صنعاء الذي يمد مركز رعاية مرضى تلاسيميا بنحو 15 قربة دم يوميا يضيف مريض تلاسيميا بحاجة إلى نقل الدم كل ثلاثة أسابيع لأن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الحديد في الأعضاء الرئيسية وهذا ما يزيد من معاناة المرضى ويجعل حياتهم في خطر يقول أيضا أن عدد المرضى المسجلين لدى الجمعية حتى نهاية 2019 بلغ 5085 مريض منها 635 حالة إصابة بتلاسيميا و4450 حالة بالأنيميا المنجلية كما أن المريض بتلاسيميا يحتاج إلى أدوية بقيمة 200 دولار أمريكي شهريا في حين يحتاج المريض بالأنيميا المنجلية إلى أدوية بقيمة 100 دولار شهريا في جولتنا في صحف الفرنسية نتابع كيف اهتمت صحيفة لومند والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس بشأن المظاهرات المندلعة في إيران حيث نقلت الصحيفة عن منظمة العفو الدولية قولها أن العديد من المتظاهرين في جميع أنحاء إيران أصيبوا بجروح جراء إطلاق قوة الأمن النار عليهم يومي 11 و 12 من يناير الجاري المنظمة غير الحكومية أدانت لاستخدام غير القانوني للقوة والقمع العنيف ضد التجمعات السلمية فبعد يومين من الرفض الرسمي للطرح القائل بأن صاروخا أطلق أو أطلق على طائرة بيونغ 737 التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بمسؤوليتها مستشهدة بخطأ بشري أفار هذا الإعلان غضبا في إيران حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات تخللها شعارات معادية للسلطات فيليب لوثر المسؤول في منظمة العفو عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط علق قائلا أمر مروع أن تسحق قوات الأمن بعوف التجمعات السلمية للأشخاص الذين يسعون إلى العدالة ويعبرون عن غضبهم ضد السلطات في شأن العربي نطالع في جريدة الشرق الأوسط مقالة للكاتب عثمان مرغني بعنوان السودان ماذا بعد إحباط تمرد قوات الأمن وجاء فيه هناك بطء واضح في حسم الكثير من الملفات وفي أداء بعض الوزارات وهو ما صار مصدر شك والناس الذين يتوقعون أن تتحرك الحكومة وتتصرف بحيوية ونبض الثورة تمرد أفراد هيئة العمليات في جهاز المخابرات قدم نموذجا حيا لعواقب هذا التباطئ فهذه الهيئة اتخذ قرار بحلها منذ ستة أشهر تقريبا وكان يفترض وقتها جمع السلاح الموجود لدى أفرادها وإخلاء مقارها وبحث التعويضات التي تدفع لمن شملهم التسريح لكن وفقا للمعلومات التي تسربت وقتها فإن منسوبي هذه الهيئة احتجوا على القرار ودخلوا في مواجهة مع مدير المخابرات أبو بكر دنبلاب تلك المواجهة كان يفترض أن تدق ناقوس الخطر وتدفع باتجاه إجراءات احترازية في مقدمتها جمع السلاح هناك أسئلة كثيرة تنتظر إجابات من السلطات المعنية وتحديدا من المكون العسكري في مجلس السيادة الذي يتولى الوزارات الأمنية في الحكومة الانتقالية أي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات فلماذا تأخر تنفيذ القرارات المتخذة بشأن حل هيئة العمليات؟ وكيف ترك السلاح في أيدي أفرادها؟ وهل حدث تضليل وإخفاء للمعلومات بشأن جمع السلاح؟ الوضع أن عصابع الاتهام وجهت ناحية قيادة الجهاز بالكلام عن تقصيرها وهو ما يفترض أن تكون هناك إجراءات وتغييرات قادمة في الطريق تمرد قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات أول أمس كان بمثابة طلقة تحذير بأن عودة الثورة ما زال غضا وأن اليقظة مطلوبة وأن السلطة الانتقالية تحتاج إلى حسم في كثير من الأمور في خبر غريب إلى حد ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فقد طلب رجل أمريكي من قادم بولاية آيو الأمريكية استمح له بمبارزة طليقته ومحاميها بالسيف لتسوية نزاع قانوني بينهم الرجل الذي يدعى ديفيد أستورم دخل في نزاع قانوني مع طليقته بيرغيت أستورم بسبب القضايا المتعلقة بالطلاق كالحضانة ومدفعات ضريبة الممتلكات ونتيجة لذلك تقدم ديفيد بطلب للمحكمة للسماح له بقتال طليقته ومحاميها ماثيو هاتسون بالسيف لتسوية هذا النزاع قائلا أن بيرغيت واهاتسون دمره بطريقة قانونية ليس هذا فحسب بل طلب ديفيد من القاضي مهلة 12 أسبوع حتى يتمكن من الحصول على سيوف الساموراي اليابانية أما القاضي جيريك ديرس دريسمير فصرح أن الخطوات التي يتخذها الطرفان منذ بدء الدعوة القضائية غير طبيعية والمحكمة ستوقف الدعوة في الوقت الحالي إلى أن يلتزم الطرفان باتباع الإجراءات المناسبة موقع شبكة البي بي سي يقول إن علماء كانوا يحللون قطعة من نيزك اكتشفوا أقدم مادة عمرا معروفة على ظهر الأرض العلماء أيضا وجدوا حبيبات غبار داخل تلك القطعة الصخرية الفضائية التي سقطت على الأرض في الستينيات من القرن الماضي ويبلغ عمرها حوالي 7 مليار وخمسمائة سنة وقد تشكلت حبيبات الغبار تلك في نجوم كانت عاشت قبل ولادة نظام المجموعة الشمسية ثم تلاشت يقول فيليب هيك المؤلف الرئيسي للبحث أن تلك الحبيبات عينات من نجوم وهي فعلا غبار نجوم تفتتت وانتشرت في المجموعة الشمسية فريق الباحثين الذين ينتمون إلى الولايات المتحدة وسويسرا حللوا أربعين حبيبة كانت توجد في قطعة نيزك الذي سقط في استراليا عام 1969 في جريدة الأيام الفلسطينية نطالع مقالا بشأن التطورات في العراق بعنوان لماذا لن تنسحب القوات الأمريكية من العراق كتبه هاني حبيب ومن أهم ما جاء فيه على إثر قرار البرلمان العراقي بصحب كافة القوات الأجنبية من البلاد بما في ذلك القوات الأمريكية ثار جدل واسع حول مدى قانونية هذا القرار بالعودة إلى الاتفاقات بهذا الشأن بين بغداد وواشنطن من ناحية وأن هذا القرار اتخذ في ظل غياب توافق ديمقراطي في البرلمان بالنظر إلى غياب مكونين أساسيين عن حضور جلسة البرلمان التي ناقشت هذه المسألة المكون السني والمكون الكردي من المهم التذكير بحقيقة تغيب بعض الأحيان فالغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 لم يتم بدعوة من النظام العراقي بطبيعة الحال كما أنه خارج سياق القرارات الدولية باعتبار أن التحالف الذي قام بغزو العراق لم يكن بقرار من مجلس الأمن ولعل أهم نتائج الغزو الأمريكي للعراق ثم التحالف الذي قادته واشنطن تحت مظلة الحرب على داعش والإرهاب تزايد النفوذ الإيراني في العراق بأشكال عديدة سياسية وأمنية وذلك يعود بدرجة رئيسية إلى الغزو الأمريكي ونتيجة مباشرة له حكومة تصريف الأعمال لن يكون بمقدورها من الناحية العملية تنفيذ القرار الذي اتخذه البرلمان بشأن سحب القوات الأمريكية من البلاد ليس فقط لأن الحكومة انتقالية وتصريف أعمال ولكن لأن هناك أطرافاً عديدة ليس لها مصلحة في سحب هذه القوات فالأكراد يعتبرون أن الوجود الأمريكي ضمانة لاستقرار حكومتهم في شمال العراق أما المكون السني فإن وجود الأمريكان يعزز التوازن عن ما يقاله عن الأغلبية الشعية إدارة ترامب هذه المرة لم ولن تنسحب من العراق لسبب وجيه من وجهة نظارها ذلك أن هذا الانسحاب كان أحد أهم أهداف قاسم سليماني الذي اغتالته وبالتالي فإن انسحابها قد يشير إلى تحقيق أهداف سليماني حتى بعد اغتياله إلى صحيفة الديلي تليغراف البريطانية والتي نشرت صوراً متنوعة من مختلف أنحاء العالم نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فن الكاريكاتور الذي يعبر عن قضايا عديدة ويختصرها في بضع خطوط متصلة نتابع جزءاً من ذلك الفن من خلال آخر فقرة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة إلى لقاء آخر في أمان الله